وأن الله عز وجل جعل الموت حق على كل أحد ولذلك ربنا جل وعلا حينما يعني تموت البشرية ولا يبقى أحد ما يبقى إلا الله جل وعلا يأتي الله عز وجل فينادي فيقول أنا الملك أنا الملك جل وعلا والتقدس النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث يقول الراوي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لما ذكر مشاهد يوم القيامة وكيف أن الخلق كلهم أموات يأتي الله جل وعلا ويقول أنا الملك أنا الملك يقول الراوي فرأيت المنبر يهتز من تحت رجلي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف هذه الحالة ولذلك قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت قال جل وعلا لكل أجل كتاب قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموا الآيات في هذا كثيرا فهذا هو المعنى أن الله تعالى قهر العباد بالموت ولذلك ملك الموت و ملائكة الموت يموتون بل الموت نفسه يموت علمت هذا يا أبو سيف الموت هذا المرعب المخيف هذا يموت يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على صورة كبش و يناد المنادي يا أهل الجنة فتشرئ بالأعناق و يقال يا أهل النار فتشرئ بالأعناق فيقولون تعرفون هذا قالوا لا قالوا هذا الموت فيذبح بين الجنة و النار و يقال لأهل الجنة خلود ولا موت فيزدادون فرحا و نعيما و يقال لأهل النار خلود ولا موت فيزدادون كمدا وحسرة نسأل الله السلامة والعافية